قسيم مجدي مخرج ومؤلف مسلسل سر المسجد وهرجع بيك على تفصيلة أنا بشوفها ساعات مهمة تعرف وإحنا صغيرين وبعد ما أنا عرفت أنت عندك كم سنة فإنت برضو عصيرة نفس المسألة إحنا كنا أكيد حتى في جلد اللي هو أقل زكاء من جيل عيالنا دول بنستق جدا من فكرة المبالغة في الأداء يعني مثلا الشرير ها 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 هو ليه الشرير بالحق دي ما ينفعش يضحك فكرة أنك إزاي تقدم الشرير يبان للطفل أنه شرير من غير المبالغة لأنه الجيل ده مش بتاع الكلام ده طبعا هي كانت التركيز دايما الطفل بيحكم بعينه الأول أكتر فكان اختيار الألوان اختيار التصميم بتاعه الحاجات دي كلها رعناها أنه بس بيشوفه بس كده يقول إيه ده الشخص الشرير ماشي وكنا وغدين الموضوع ده مش بحدة أوي يعني بحيث أنه الشخص الشرير مش بالضرورة يكون بالمثال ده هو كفاية أنه هو شخص بس طلع دمه خفيف يكون أنه أليميشن ما عنديش مشكلة أنه أنا أزود في بعض التفاصيل علشان ندي الإحاقة احنا اخترنا أنه هو يكون شخص دمه خفيف يعني بيدحك أكتر من أنه يكون شرير بس يعني ضفنا اللمسة الشريرة دي بأنه هو عصب هو عطول متعصب غضون اه ونبرة الصوت في اختيار الأصوات كان نفس برضو الموضوع رعينا الحيطة دي أنه فيه الجزء اللي هو الأجش شوية فيباني أنه هو من الهيئة كده والشكل وطريقته أنه شرير بدون ما ندخل بقى في حتة أنه يبقى فيه الأفوار دي بالعكس هم بيحبوا يشوفوه يعني عاوزين الشرير لأنه دمه خفيف بالضبط بيحصل مواقف كوميودية ما بينه ما بين الروبوت بتاعه فهو ده بي ما حبناش فكرة عشان بالخاطب برضو سن صغير بنخاف من حتة أنه هو يخاف من الشخصية صح وده بيحصل صح فبيقفل مانا خلاص يقفل مسلسل كله معالجة الشخص الطيب اللي هو برضو كان حتى في الأفلام العادية اللي كنا بنشوفها زمان أنه الراجل لما كان لسه في الجاهلية تلاقيه بيتكلم عادي جدا وعنده شخصية كده وبتاعه بعض اللي كان بتاعمل كده وأول ما يبقى مؤمن ويروح يقول الشهدين قدام الرسول صلته السلام فجأة تلاقيه بيتكلم يا بنا يعني ليه بتتكلم كده يعني ليه الإيمان لما حل عليك وملأ قلبك فأنت بقيت رجل ضعيف مكسور الجناح هي دي مدارس قديمة شوية يعني هو دلوقتي الطفل مش عايزة تكلامتها دلوقتي الطفل عايز بالعكس احنا شخصيات الولد والبنت اللي هم أبطال المسلسل اللي هم سيف وحبيب كانوا رعينا فيهم حاجة كده بسيطة يمكن ما خدوش بالهم منها إن الولد سيف ده بيحب المغامرات فهو بقى في قلب المغامرة فابتدى ياخد باله إن هو حياة المغامرات واللعب مش هي هي الواقع فابتدى شوية يبقى رشيد في قراراته وبتدى شخصيته بتنبو مع الحلقات والبنت نفس الكلام هي بره كانت عديمة المسئولية في الحلقة الأول مع الوقت هي تحطت في مسئولية إن هي بتخاطب أخوها بتحاول تحل الموضوع بتحاول تحارب الفيروس من على الجهاز بتاع بابا فابتدت تتحمل المسئولية فمع الوقت شخصيتها برضه بشكل من غير أفوار اللي هو الطبيعي اللي هو لو حصل ده لأي ولد دلوقتي أو أي بنت دنهاردة هيتصرف إزاي هيجيب كتب ويقرأ ويحاول إن هو يساعد أخوه والأخ الجوه هيبتدى إن هو يحاول يتماشى مع العالم اللي هو فيه بشكل عقلاني ويحاول إن هو يحل مشاكله من غير أفوارة يعني من غير ما ناخد طفل الحاجة بعيدة عنه دي أهم حاجة هل أنت بقى عملت جوه سر المسجد يعني معلومات عن مساجد كتير في العالم أو الأمة الإسلامية اتكلمنا على المسجد الحرام وكلمنا على المسجد الأقصى المسجد النبوي اللي هم الأساس لكن التركيز كان على زي ما شرحت لي وإحنا حتى في الفصل الأخلاقيات وإحنا عمزنا مشكلة في الأخلاقيات ده بالمسجد وإن المسجد ده مش مجرد مكان كده يعني مش مكان عادي موجود جنب البيت كده بنسمع فيه الأدين لا ده كان بيستخدم استخدامات كتير قوي زمان وفضل بقى كمان أنا روح أصلي في المسجد ده طب لو روحت أنا لو روحت مفروض أن ليه أداب هو مش مكان عادي كده اتأدوا بداخل المكان بالضبط ليه أداب الخشوع والأداب دي جاية منين وليه بنعملها النظافة الشخصية حاجات كتير قوي بنقولها خلال المسلسل بتاعنا نتمنى أنها توصل يعني أنا يمكن بس أكتر حاجة أستغل أن أنا في البرنامج أن الأهالي نفسها تقعد ولادها قدام المحتوى ده مجرد أن هو يقعد ابنه قدام أو بنته قدام المحتوى ده لو شدوا وتفرج عليه يبقى احنا نجحنا في المهمة التالية صح لو ما شدوش خلاص تماما بس أنا بتمنى أن لأن دي مشكلة بنقابلها فعلا أن يبقى برضو الأهالي عندهم حتة تعالوا وإحنا بنحاول دلوقتي بمساعدة المتحدة وفتحولنا الطريق نحن تدي نقدم محتوى هادف وجيد للأطفال بنراعي فيه قوي إن إحنا نبقى وغدين بالنا من القيم والأخلاقيات والعادات بتاعتنا بنحاول ننمي الطفل مش محتاجين من الأهالي أكتر من أن هما بس يقعدوهم قدام العمل ده صح لو قعدوا فعلا نبقى إحنا نجاح نبقى وصلنا للإحنا ده أنا كافي يعني بالنسبة لي لا يا رب دايما منتهى النجاح وكل التوفيق ليك يا رب ولكل المجموعة اللي معاك